السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي اخواتي لبس عليكم بخير ينكركم مزيانين نتمنى ان تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد الفيديو اليوم ان شاء الله نشارك معكم الكفتاء بماطيشة او الطماطم توجد في الوقت مكونات جدا بسيطة نتمنى انها تعجبكم كذلك نتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير وكذلك لا تنسونيش بحض اللايك على الفيديو فتدوز معكم مباشرة مقادر والطريقة الكفتاء بماطيشة فبسم الله على بركات الله كيفما تشاهدوا معي عندي واحد الكمية من الكفتاء مهم تقريب انا عندي مع 4 كيلو ديل الكفتاء مهم الكيمية كتبقى على حسب كل واحد والكمية اللي كيبغي يدير كيبقي يعني على حسب الاعداد كذلك عندي ثلاثة ديل الحباس كذلكم اخواتي عندي ثلاثة ديل الماطيشة للحجم ديل كبير يمكنكم تستعملوا ديل كماطيشة المدورة الصراحة نمتوفر عندي هذه الطويلة ومهم لي كان عندكم حل بحث وعندي واحدة ربيطة ما بين قصبر ومعنفلوس اللي ضيجة كانت عندي في ميجوميد وثلاثة دريسة ديل الكفتاء ومهم يمتز معكم الطريقة كيفما تشاهدوا معي خليط كيفما تشاهدوا كيفما تشاهدوا ما بين قصبر ومعنفلوس تقريبا واحدة ما يلقى صغيرة تقريبا معلقة صغيرة انا اللي كان عندي في المجمد مهم قطعه معلقة صغيرة ما بين قصبر ومعنفلوس قطعه معلقة صغيرة ومهم لكم كيفما تحكوه انا صراحة نفضل ان نقطعهم بهالطريقة يعني كنوا رقيقين بزاك مهم تومة كيفما تحكوه اخواتين ونقطعها بهالطريقة سوف نقطع دريس اللي تبقى سوف نضيف مباشرة باش نوضعوا توابيل وفي الحاجة نوضع الزيت زيت الزيتون انا ضفت فقط زيت الزيتون ثم يمكن لكم تضيفوا شوية زيت زيتون وشوية زيت العادية وغادي نضيف سكينجبير كما كتشفو نضيف الكمية وكمية في صلصة الطماطم أو في مطاشا كل حاجة نضيف مباشرة وشوية هنا كذلك الملح والملح كيبقى على حسب الضوء عينكم ونسامكم قشنا وغادي نضيف مباشرة وغادي نضيف وغادي نضيف مباشرة وغادي نضيف نضع مقلة على نار نضع نار نضع الكفتة نضع الكفتة نضع الكفتة نضع الكفتة سواب اللي اذكرت معاكم فقط هما اللي درتمجت مزج شي حاجة اخرى سوف نوضع الكفتة ديالي على صلصة ديال طماطم صراحة كتجي زوينة زوينة بزاف مدقها رائع مع صلصة ديال طماطم كتعتها واحد المدق رائع جدا إذا كنت عمركم جربتوا الطريقة جربوها وردتوا لي صراحة زوينة زوينة بزاف صافينا كما كتشوفون بعد ما وضعت الكفتة هانتو ما تقريبا عمرت لي المقلات كلها صافي الدبقة غضين ست عليها غضين دير عليها الملعق الغطاية اللي لها عفوا غضين ست عليها وغضين خليها مهم حتى كطيب حتى خمسة ديال دقيقة كا وغضين ولي نحللها باش غضين حركها صافي انتو ما كتشوفوا اخواتين بعد ما مرت خمسة ديال دقيقة حليت عليها انتو ما راه داك لممويها كتلق من عندها يعني كيف كان عرفو ما طيشة فيها الماء وكذلك حتى الكفتة فش كان ديروه كتلق لممويها من عندها يعني ما كنحتاجوش نضيفو الماء بصيفة نهائية ما كنضيفوش فيها الماء نخليها فقط على نار اللي تكون كيكت لكم متوسيطة وبوحدها كتلق لممويها وكذلك حتى الكفتة كتلقية كذا كلماتك شحمة كتلوب سفيك نحركوها بحلكة وغادي نولي نغطيها ونخليها ضيد طيب ممي حتى ما تبقاش هاد المرق كله كيف غادي تشوفوا معاي ان شاء الله من بعد ما مرد تقريبا خمسا ديال دقيق اخرى هانتوما كما كتشوفوا معاي تقريبا الكفتة اللي راها واجدة سفيك يبقى غاديك الزيت من فوق هانتوما راها طايب احتى بالنسبة للصوص كيكت لكم اللي عمرو جربها بالطريقة جربوها وردو عليها بالطريقة كجي زوينة كتواتا مع السلصة ديال طماطن فانتمنى انها تعجبكو يعجبكم الفيديو ديال اليومة وتجربوها اخواتي وتردو عليها سفيك نخلي واحد مدة ديال دقيقة وغادي نطفي عليها النار راها واجدة كيف نعرفو يعني الكفتة راها كتب خصوصا اليك وورتوها يعني صغار بحل اناك سفيك غادي نطفي عليها النار وغادي نتلقى فشكيل نهائي ديالها مهم هنا بعد ما طفيت عليها النار كما كتشوفو معاي خديت هنا طبصيل ليل تقدير سفيو غادي نوضع فيه الكويرات ديالي ليل الكفتة مع السلصة الطماطن بالنسبة لك الزيت كما كتشوفو صراحة كيجي زوين ما كيقهمح تشي حاجة كيجي رائع رائع جدا كيجي زوين صراحة كيجي لكم واللي عمر جرب هالطريقة جربو هالطولية كيجي رائع وده وشكيل نهائي ديالها كما كتشوفو معاي الكفتة ماطيشة نتمنى انا تعجبكم تعجبكم طريقتها بسيطة كذلك الفيديو ديالي البساط دائما كنشارك معكم حويجات اللي يبساط حويجات اللي يقدر اي واحد يديرهم فانتمنى انهم يعجبوكم كذلك ما تنسونيش اخواتي لعجبتكم القناة وعجبكم الفيديو ببارطة جواهة مع اخوتكم وصحابكم مع بعض الناس اللي كتعرفو ولي بقى كيشاهد الفيديو حسنا باكن نقول لكم شكرا على حسنا المتابعة وما تنسوش اخواتكم وكذلك ما تصبحوش عليها با واحد اللايك على الفيديو بليكم منطقة ديركم تزوينين طبيعة الحال وكذلك اللي ما مش تشترك تشترك في القناة ولكي يزور قناتي الاول مرة فكن نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مع لكم غيتشتركوا فيها وتشغلوا جارس باش فقط توصلوا بكل جديد كل لوحو دبغا نقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة في العظم ان شاء الله